التسعب توقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بركسل الرئيس التونسي قايس سعيد وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وحرص مصر على بدل مزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شط الأصعدة لا سياما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفاعل بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا ويفعل الإرادة الحرة لشعبها ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي وصرح متحدث الرئاسة بأن اللقاء شهدت تأكيد على ضرورة التوافق بين جميع الأشقاء الليبيين على إجراء انتخابات تعكس إرادة الشعب الليبي وتحقق وحدة الليبيين حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل الاستقبال والعشاء الرسمي على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الإفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل وذلك بمقر متحف الفن التشكيلي وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ترأس رئيس عبدالفتاح السيسي المائدة المستديرة حول تغير المناخ والتي نعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل وأضاف متحدث الرئاسة أن رئيس سيسي أكد خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ مشيرا إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته كما أكد رئيس سيسي أهمية دعم القارة الإفريقية لمواجهة هذه الأزمة بما في ذلك عبر توفير تنويل المناخ الميسر وشدد الرئيس سيسي على أهمية دعم التحول العادل للطاقة في القارة الإفريقية مشيرا إلى أهمية المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة التي أطلقها نيابة عن القارة الإفريقية في 2015 وأضاف المتحدث الرسمي أن المائدة المستديرة شهدت حوارا مفتوحا بشأن جهود تعزيز الشراكة بين أوروبا وإفريقيا في إطار عمل المناخ الدولي أتم 456 متدربا من معاون هيئة نيابة الإدارية من دفعتين 2013 و2014 برنامجهم التدريبي داخل أروقة الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي انطلق يوم الثامن من ديسمبر 2021 وشهد رئيس هيئة نيابة الإدارية المستشار عزة أبو زيد والمديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب تخرج أعضاء هيئة نيابة الإدارية بعد انتهاء برنامجهم التدريبي ويهدف البرنامج التدريبي إلى المساهمة في استراتيجية هيئة نيابة الإدارية في إعداد كوادر قضائية متخلية بالعديد من المهارات القيادية والشخصية والإدارية التي يجب توفرها في أي رجل دولة بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة المصرية ومبادئ الجمهورية الجديدة أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1981 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 395.235 متعافيا وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2071 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته لفت إلى وفاة 61 حالة جديدة أظهرت بيانات ماهد روبرت كوك للأمراض المعادية في ألمانيا تسجيل 220.048 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13.255.989 حالة وأشرت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفايات في ألمانيا إلى 120.992 حالة بعد تسجيل 264 وفاة جديدة نهاية موجزة التسانى والاستكمال باقي في قرارات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر